اسمعوا النهاردة المفروض بنته كمان كلاجنة لو بيها تعمل لايحة ما عملوش لايحة يمشوا بقانوا لايحة الليحة القديمة اللي هي من ايام او الكابتب محمود احمد علي زي ما بيحب هو ياسم انتو عارفين معناها ايه الكلام ده؟ المعنى اللي فيش حاجة اسمها لايحة استرشده والله العظيم احنا ماشيين ودنك منين يا جوحى مش بتروح بقى كده انت بتاعد تجري الاول وعمة توصلها يكون نفسك اتقطع ويكون اغم عليك والناس مش عايزة تماشي الرياضة في الطريق السليم وخلينا ماشيين في لن بيحب افرم النهاردة بقى حبيبي لأ يا سات الوزير حضرتك اكيد بتشوف انت والاستاذ الشام حطب في ناس تبقى سبورت جامد جدا بتختلف المصالح اول ناس بيتهاجم الوزير وهي الشام حطب انا بتكلم بمنتهى الشفافية والامان انا عندي رأيين اسمعوهم مني واحد فيهم عن رصخ مبادئ جديدة هتقوم حرب علينا بعد ما نقولها ومبدأ تاني ده الوقاعية الوقاعية في زل تطبيق القانون على الكيف واحنا قلنا مفيش دولة بتنهض اللي غير بتطبيق القانون يعلو القانون وما يعلو القانون على الجميع الدنيا تبقى زي الفل وما فيش حد ده يختلف ادي واحد اتنين ما هو انا فردت دريعه عن نادي الاهلي القانون القانون الدولة وانتو ضد الدولة والقوانطة بقى وانتو عافي السنيدة اللي تلعب بعدها ميدود ضد النادي ميدود مصر ودد بقى الاهلي النادي الوطنية ضد مصر اللي بيفرق جميع المنتخبات وده كلام ده كلام سيادة الوزين طيب ايه الوضع الحالي انتو عارف يعني ايه توصل كاس عالم كنا بنوالول وحلم المصريين اتضح اللي الكلام ده بقى كلام في اتفاض الناس ما لاش داع كل واحد همه مكان لا وصلنا كاس عالم بناسة سيبها ماخدهاش لحم زي فكرة كوبر بالزب نختلف نطفك طريقة اللعب وحشة حلوة محمد صلاح وقول اللي انت عايزه ما احنا كل الناس بتتكلم في كل حاجة لكن عمل وصلني راح نهائي كاس قمة افريقيا وانا ما بوصلش تلات سنين ما بوصلش تلات سنين ودي كتعب قرية الادارة اللي انت تاخد طلب بطولات وتيجي بعدها بدل ما تروح كاس عالم بسرعة تروح ما توصلش تلات سنين احنا عندنا الجديد هو ده اللي احنا عايزين نقوله كمان الراجل اشتغل وتعب بمجهود وساعد انتقادناه زي الناس ما كلها لكن جينا قولنا مصر اهم مصر ان شاء الله في كاس العالم عملنا دورنا الوطني والواجب بتاعنا مصر فرح يلا كوبر اه فيه ده فيه ناس تلعت يا راجل لقيت لك الراجل يروح احنا مصر اخلاقياتنا واللي تربنا عليه في المجتمع الرياضي اللي احنا بناخد الناس لحمه ونرميها عظم فيه البعض تفكيره كده في علم الادارة لكن ده مش ثوابت ده حالة ده حالة لكن مش ده مش ده القيم بتاعتنا يعمللك مساعدة ومساندة من تاني يقولك مجلس ادارة اتحاد الكرة يمشي خلاص يا جماعة خلاص نغير شعاراتنا اللي يفش المصر نقعده واللي وصلنا كاس عالم نمشيه نغير القاعدة تحت مسمى القانون ما القانون بيتطبع على ناس وناس لأ افتكرته القانون دلوقتي بقى حلو بيقول واحد اتنين تلاتة اربعة عشان تمشوا هان يا بريدة والله العظيم انا بقوله باستفيد منه ولا عايز استفيد ولا عايز استفيد من اي مخلوق ولا بقوله عليه حلو عشان ايه دي في ايده ولا بقوله عليه وحش الغلط غلط والصح صح واحد عندهم اخطاء وصلونا كاس عالم سيب الناس بقى تشتغل ومش هو ده اللي كان الناس بتطلع عليه ايه الراجل ليه منصب اداري برا فزيع وعلاقات لازم نستغل لها اكتر من كده مش احنا اللي قلتوا ايه مش احنا اللي قلتوا كلام ده سنين طويلة ولا احنا ما نسيب الناس نسيب الناس تشتغل نسيب الناس تكافح نسيب الجامعات العمومية هاي اللي تجيبه ولا اللي تمشي ولا عايزين قانون عالكيف على ده يمشي وعلى ده لأ ادي دي واحدة التانية المهمة بالنسباني هرسخ قاعدة لو انتوا عايزين تسمعوا يا اتحاد كرة القدم اسمعوا اللي انا بقولوا والكل هيستفيد والكل بقى هيسكت بعد اللي احنا هنقول اللي عايز ينزل انتخابات انا اعوزوا بالله من كلمة انا قاعد على شاشة الاهلي قرر شهادي محمد ينزل اتحاد كرة القدم وانا قاعد على الشاشة ما هو السوشيال ميديا فيه البعض فيها مؤسر والبعض فيها اوانتاجي البلوبيف ومش عارفوا ايه وبتاع ويحطوا لك صور نجوم ورموز وبتاع سيباكم الكلام الاوانتة ده ده كلام شوات بتوعليك وبتاع بياخدله ع الفين تلات تلاف جنيف جيب اخر الشار كده والدنيا كده بتبقى زي الفل وجبرت مش مهم ماشتم في نادية مش مهم ماشتم في رموزي بنسة كل حاجة عملت كواسة سيبوكوا من ده خلينا نتجاوز دلوقتي الكلام ده لكن انا رسلت الاتحاد كرة القدم ورسلت لسيابة الوزير ورسلت لكل المسؤولين عن المنظومة انا شادي محمد قررت انزل الانتخابات في اتحاد كرة القدم معايا برنامج معايا برنامج نقطة صريحة لازم البرنامج يقف لغاية لما الانتخابات تخلص ليه بقى عشان انا حستضيف الناس كلها وحصية الناس كلها وبجيب لك معونة على الهوى وببقى باباك وممتك وجدتك وباخدك دلعك وهشتك معايا اوفشم مش موجودة عند حد تاني هي دي العدالة لكن لما انا ادخل لوحدي كده شادي ما عنديش برنامج باطلع للناس فيه مدام قرار تنزل والزميلي التاني برضو يعمل كده والتالت هنبقى كل داخلين في معترك انتخابي محترم فكل شوية ما يمشي مجدي عبدالغاني لبانة بدأ هو احنا الناس بقى ما بتنعرفش نفرح ما بنعرفش نعمل حاجة كويسة ده حق مصر بعد تمانية وعشرين سنة بالمجلس ده في كاس العالم بعد تمانية وعشرين سنة قلنا شكرا يوم وابتدت اللبانة تشتغل من تاني لان مش بنحب ببعض والاعلام اللي معه افرم افرم واللي دد افرم هنا يمشوا ومش عارفة والله انا لو منهم ولي حق وجامعة العمومية جابتني اخد حق تلت متلت عشان نرسخ دور الجامعة العمومية اشتركوا في القناة